ازايكم يا حبيبي فيديو نهاردة وفيديو طلب مني ازاي نعمل صورة غلاف للقناة بتاعتنا كل اللي هنستخدمه اتنين برنامج البيكس ارت و البرنامج ده اللي هو الايكونة الزرق وجوها سهم ابيض احفظوا شكل عشان تقدروا تحملوه من على البلاي ستور ده بيغير حجم الصورة اول حاجة هندخل على البيكس ارت لازم يبقى عندنا برنامج ده ينفعكم كثير قوي في حاجات كثير تقدروا تحفظوها وتبقى عندكم سور اي حاجة تقدروا تلاقوها في البرنامج ده هينفعكم قوي وهتستفيدوا منه وبعد كده هندوس على علامة البلاس بصوا هتلاقوا في حاجات كثيرة قوي سور تقدروا تاخدوها تينفعكم باي حاجة حاجات كثير قوي برنامج حلو لازم يبقى عندكم وبعد كده هدوس على اختيار القماش واختار الصورة اللي هي الملونة ديت وادوس على السهم اللي فوق وبعد كده هدوس برضو على السهم اللي فوق دوت الابيض وادوس على حفظ اوم وشاركة واقول حفظ تاني بعد كده هدوس على حفظ برضو وادوس على حفظ في معرض السور انه يتحفظ الصورة تتحفظ على الموبايل بعد كده نخرج تاني من البرنامج خلاص كده خرجنا من البرنامج هندخل على البرنامج التاني وهندوس على صالة العرض وهنختار بروفايل بيكسي ارت هنلاقي الصورة اللي احنا لسه اخدناه من البيكسل ارت وبعد كده هندوس على تغيير وهنعلم على البيكسل كده زهرت عليها نقطة زرقة وبعد كده هنشيل علامة الصح اللي هي على الحفاظ على نسبة العرض الى الاتفاع هنشيلها كده شلنا علامة الصح وهنكتب المقاس بتاع صورة الغلاف عبارة عن العرض عبارة عن 2048 2048 والطول بيبقى في 1 1 52552 يعني العرض بيبقى 2048 والطول بيبقى 1152 وهندوس على اذهب وبعد كده هندوس على العين خلاص هاي الصورة زهرت لنا بالحجم اللي احنا عايزينه وهندوس العين اللي هي فوق الصورة اللي احنا عدلناها خلاص هندوس عليها عشان تتحفز على الموبايل عندنا لازم يظهر اعلان كده عشان تتحفز على الموبايل اول لما يخلص نقوم دايسين على الـ كده خلاص الصورة تتحفزت على الموبايل هنرجع تاني لبرنامج بيحمل وندوس على علامة البلاس وبعد كده هندوس على جميع السور زهر لنا خلاص اهي الصورة اللي احنا غيرنا حجمها هتلاقى اول صورة عندكم محفوزة على الموبايل بصوا هتلاقى حاجات كتيرة قوي تقدروا تكتبوا بقى حابين شكل الغلاف بتاع القناة بتاعكم يبقى شكله ايه تقدروا تعملوه على الصورة اللي احنا حفزناها ديت مسلا تكتبوا اسم القناة طبعا اه تحطوا لاصق احطوا لاصق مسلا الشكل ده نزبطوا كده عايزة مسلا يبقى شفاف شوية كده حطوا فوق شوية عشان يزر على الموبايل هنه بالشكل ده كده وبعد كده هحط اسم القناة وقشان ازبط كده حجمها اخليها باللون الاسود ومسلا هنه حطوا لاصق تاني اللي هو لايك وشير وكده واشتراك في القناة هنه حطها مسلا بالحجم ده تبقى هنا على جم بس كده انتو بحبين تضيف عاجات تانية شكل الغلاف بتاعك يبقى شكله ايه دي حرية شخصية وبعد كده هدوس على علامة الصح وبعد كده هرجع بالسام اللي هو الابيض ده اللي هو ده اللي هو حوالينه دورية باللون الابيض هدوس عليه وبعد كده هدوس على حفز وبعد كده حفزي تاني وبعد كده كده اتحافزت خلاص هدوس على معرض السوا حاجة عايزة اقول لكم عليها انا استخدمت برنامج البيكسا ارت عشان اصمم سورة غلاف من اولو جديد لكن لو انتو عندكم صورة جاهزة وحبين تحطوا اي صورة عجباك وسورة غلاف على القناة بتاعتك هتحتاجوا بس ان انتو تستخدموا البرنامج التاني اللي هو دوت عشان تغيروا حجم الصورة لحجم سورة الغلاف الصحيحة وانا وردتكم الطول بيبقى كام والعرض بيبقى كام وخلاص كده من البرنامج وبعد كده هفتح اليوتيوب من على جوجل كروم يعني من اي متصفح عشان يفتح اكنكم فاتين بالزبط من على لابتوب اي حاجة سطح مكتب يعني وبعد كده هدوس على شايفين سورة الغلاف بتاعتك هتدوسوا على القلم ده سورة القلم وبعد كده هتدوسوا على تعديل سورة القناة هتظهر كده زي قايمة هتقولوا تحديد سورة من على جهاز الكمبيوتر هتدوسوا عليها وهتدوسوا على الملف وهتلاقي السورة اللي احنا لسه حفظينها هتلاقف اول سور عندكم اهي كده خلاص بيوريكم شكل الغلافة يبقى شكله ازاي على سطح المكتب او تلفزيون او اعلام موبايل سواء فتح من هنا او من هنا هتقولوا تحسين مسلا تلقائي وبعد كده هتدوسوا على كلمة تحديد دي اللي بالازرق هي خلاص كده اتحفظت ده شكلها بس كده يا رب يكون عرفتوا ازاي تقدروا تعملوا سورة الغلاف واستفدتوا من الفيديو واردتكم ازاي تقدروا تعملوها واردتكم الحجم وبرامج اللي تقدروا تستخدموها عشان تعملوا سورة الغلاف يارب يكونوا استفدتوا بقى من الفيديو وما تنسو تشيركو في القناة ولايك للفيديو وشكوا في فيديو تاني ان شاء الله اشتركوا في القناة